في ذات السياق استنكرت فرنسا بدورها بأشد العبارات الهجوم الذي شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي ضد قوات الجيش العراقي في ناحية العظيم شمالي محافظة ديالة الذي راح ضحيته 11 جنديا مثل ما ذكرنا وذكرت السفارة الفرنسية في بغداد على تويتر أن باريس تتقدم بأحر تعازل أحباء الجنود الذين سقطوا ضحايا الإرهاب وتعربوا عن عزمها على تقديم كل دعمها لسلطة العراقية لافتة في تغريدتها إلى أن فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب العراق في الحرب ضد تنظيم داعش والإرهاب بشكل عام مع شركائها في التحالف الدولي